اشتركوا في القناة المتوقع طرحها قريبا ويتطلب استعمال هذه الميزة من المستخدم أولا إنشاء بث مباشر ومن ثم دعوى الضيف إلى البث عن طريق زر يظهر في الزاوية اليمنى السفلية للشاشة ونطالع مشاهدين من صحيفة الويام السعودية أبل تتجه إلى إطلاق آيفون 8 في شهر سبتمبر المقبل تتجه شركة أبل إلى إطلاق هاتفها الرائد القادم المسمى آيفون 8 في شهر سبتمبر أيلول المقبل ويجري ذلك بتزامن مع إطلاقها لهواتف آيفون 7S وآيفون 7S Plus A في اليوم ذاته واخترنا لكم من صحيفة اليوم السابع المصرية تقنية جديدة تسمح بالتحكم في الواقع الافتراضي بإشارات العقل طورت شركة ناشئة تقنية جديدة يمكنها مساعدة اللاعبين على التحكم في ألعاب الواقع الافتراضي من خلال أفكارهم وإشارات العقل من دون الحاجة إلى تحرك أيديهم أو بذل أي مجهود إضافي صحيفة القبس الكويتية عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم طباعة ثلاثية الأبعاد تحيي أعمالاً فنية قديمة يعمل مصنع في شمال الصين على إنتاج نسخ لأعمال فنية تعود إلى ألاف السنين بواسطة طابعة بالأبعاد الثلاثية وخلافاً لبعض الناسخين الصينيين الذين ينسخون بأعداد صناعية أعمال للفنان فانكوخ وتمثيل النصفية القديمة فإن النماذج في هذا المشغل هي طبق الأصل عن الأعمال القديمة ختاماً مشاهدين من صحيفة الإمارات اليوم R.E.D. تعلن عن هاتف بكاميرات احترافية تنتج صوراً ومقاطع مصورة ثلاثية الأبعاد أعلنت شركة R.E.D. المتخصصة في إنتاج كاميرات المحترفين المستخدمة في التصوير السينمائي والفوتوغرافي معاً أنها ستطرح مطلع عام 2018 هاتفاً ذكياً جديداً يعمل بكاميرات احترافية تنتج صوراً ومقاطع مصورة ثلاثية الأبعاد